السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاة أجدد ما سعى معكم دايما حقيقة الاتفاقات الأمنية الإيرانية السعودية وتنازل الملالي المضطرب للسعودي المستقر يعني إيه الكلام ده؟ تصريحات إيرانية مهمة جدا من مساعد وزير الخارجية الإيراني علي رضع نيتي بتكلم عن إنه السعودية وإيران بينهما توقيع اتفاقات أمنية مهمة لكن في نفس الوقت تصريحات الحرس الثوري الإيراني بتقول أن السعودية دولة مجرمة وسننتقم منها يعني إحنا بنتعامل مع اتنين وعلى فكرة إحنا دي يعني السعودية ومصر لأن إيران أو النظام الملالي يسعى جاهدة للتعاون والتعامل دبلوماسيا وعودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية ومصر وتقريبا التصريحات اللي تطلق يوميا لازم يتم الزج بيها باسم مصر واسم السعودية لعودة العلاقات يعني تصريح مساعد وزير الخارجية الإيراني لقناة الجزيرة أول أمس كان مهم جدا ويبدو أنه تم الاتفاق عليه يعني إحنا عارفين أن الجزيرة تعتبر حزاء إيران أيضا فلما يتم فيه لقاء الغرض منه إعلام لتصريح مهم أنه فيه اتفاق أمني ما بين السعودية وما بين إيران ده هنا تفهم منه أنه يكون حصل توقيع في خلال الفترة اللي هي الباردة ما بين السعودية وما بين إيران لكن الحقيقة أن الاتفاق الأمني ده منذ الجلسات الأمنية أو المباحفات الأمنية الخامس في الجوالات الخامسة اللي كانت من إبريل 21 حتى إبريل 22 ومن بعد منها انفض المجلس ده ومن الاتنين ما شافوش بعض والحمد لله مش عايزين نشوفوا الشوء لكن كل يوم لازم يكون فيه تصريحات يطلع منها تصريحات مهمة أنه لأ ده كان فيه حوار جانبي ده كان فيه اتفاق ده احنا عودة العلاقات ما بين طهران ورياض قريبة جدا وهتعود لطبعتها في الفترة القريبة وأنه الاتفاقات الأمنية ده موجودة السؤال اللي بيطلح نفسه فيه اتفاق أمني ما بيننا وما بين إيران يعني ما بين السعودية وما بين إيران إيه فايدة الاتفاق ده في كل اللي انت بتعمله من الإرهاب والضمار اللي انت بتعمله حوالين المملكة العربية السعودية يعني أنا أقعد معاك واتفق معاك اتفاق أمني وانت قاعد بتكتبه في نفس الوقت بتطلق الصواريخ ساعة مكانة الجوالات شغالة من الحوفيين ومن الحجد الشعبي فاحنا كنا نتعامل مع ناس مش يمثلوا دولة محترمة بالتالي دي عصابة إرهابية فتم إغلاق الباب على كده لكن التصريحات الرسمية كل يوم هي إيران بتعطل نفسها أمل وقوة على المسرح الدولي إنه ده فيه محادفات ده نوع من الضغط الإعلامي على الدبلوماسية السعودية والمصرية نوع من الضغط الإعلامي على الدبلوماسية السعودية والمصرية لأنه نفس تصريحات موساعد وزر الخارجية الإيراني دو 탈 علي ريد عنيتي تم سؤال اللي هو مزيع الجزيرة لمساعد الوزر الخارجية الإيراني ده لعم أيضا عودة علاقاتنا مع مصر وقال ده إحنا الاتنين يعني مابننا وبن بعض علاقات قوية جدا وفيه تمثيل دبلوماسي هو مكتب التمثيل الدبلوماسي أو مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة وأيضا موجود لمكتب رعاية المصالح برضو في جدة برضو لكن ده مش معناه أن فيه علاقات دبلوماسية علاقات الدبلوماسية دي لما يكون فيه كلا السفيرين الموجودين في كلا الدولتين لكن غير كده مفيش لكن لما تيجي يعني إيران تعلن عبر مساعدة وزير الخارجية أنه بتقول أن نحن تبقى لتصرحات مساعدة وزير خارجية إيران نحن يعني مستعدون لتطبيع العلاقات مع السعودية بشكل كامل هذا بالتزامن مع إيه؟ مع إعلان الحارس الثوري الإيراني تصريح في نفس اليوم أول أمس من أحد كبار قادة الحارس الثوري أن السعودية دولة مجرمة وسننتقم منها طيب إحنا بنتعامل مع مين؟ يعني إحنا إزاي نتعامل مع النظام الملالي ده؟ دبلوماسياً بيسعى وأنه هو بيسحف على الطراب كل يوم للعق أحزية الدبلوماسيا السعودية للترجب اللقاء والجلوس في حوار المستدين لكن الحارس الثوري ما يمثل العصابة الإجرامية يقول لا إحنا السعودية دولة مجرمة وممكن برضو يقول مصر كده دولة مجرمة برضو وسنتعامل معها وننتقم منها إحنا إزاي هنتعامل مع الكيانين دول؟ كيان دبلوماسي يعني إرهابي وكيان ملالي للحرس الثوري هو أصل الإجرام يعني هو ده عصير الإجرام في المنطقة لكن مساعد وزير الخارجية الإيراني اللي تكلم أطلق التصريحات دي اللي هو علي رضا عميتي على فكرة قال إنه تم توقيع اتفاقية أمنية ما بين إيران والسعودية وأيضاً بعض دول الجوار يعني بعض دول الجوار دي اللي يقصد مين؟ يقصد سلطنة عمان يقصد قطر الإمارات غير معلوم حتى الآن إذا كان فيه اتفاق أمني ما بينه وبين إيران حتى الآن الكويت والبحرين لكن الخير أنه هو يعني يعني الراجل ده على فكرة هو مدير عام شؤون الخليج بالخارجية الإيرانية يعني هو مسؤول شؤون الخليج العربي في الخارجية الإيرانية علي رضا عميتي وقال بالحرف اللي واحد برضو من تبطل لتصرحاته يقول إن إحنا كجمهورية لا إسلامية لمسنا نبرة سعودية تعاونية في مؤتمر بغداد 2 اللي كان في قيمة البحر المايد في الأردن منذ أسبوعين اتنين وقال إنه اللقاء المغلق اللي ما بين وزيري خارجية السعودية وإيران ده يعتبر في المرحلة الأولى ونريد علاقة علاقة طيبة مع الجوار يعني مين اللي عايز من مين علاقة طيبة يعني السعودية اللي عايز علاقة طيبة ولا أنتو اللي عايزين علاقة طيبة إحنا اللي عايزين علاقة طيبة لكن أنتو ما بتعملوش علاقة طيبة أنتو يعني ما فيش فئتكو وعقلكو غير الإرهاب والتآمر والفتن ونقد العهود ونقد الاتفاقيات الأيدولوجيا بتاعتكو كده وكل اللي ربطوهم على قيدكم كده الحوث كذلك نقد الاتفاقيات نقد الهدنة ما فيش يعني أنتو ما فيش كيان لا يلتزم بشي قال برضو نفس التصريح بتاعه على الردع عني تقال أن الأبواب مفتوحة وإحنا بنشد على الأياد السعودية والمصرية للحوار معنا وقال أنه ضرورة الحوار لابد أن يكون في أقرب فرصة يعني هما بيسعوا لأقرب فرصة يكون فيه جلسة حوار لو حصل جلسة حوار واحدة وتم الإعلان عنها وتصليت الدوق عليها إعلاميا ده بما ثابت انتصار للنظام الملالي والجمهورية الإسلامية انتصار كبير جدا لأن إيران بتسعب كل الجهد لتقديم تنازلات لأن هي في حالة التراب الأصلي يعني هي إيران دلوقتي في حالة التراب لم تشهدها الساحة اللا إسلامية لم تشهدها الساحة اللا إسلامية من 44 سنة في نفس الوقت قدامهم المملكة العربية السعودية الدولة المستقرة المتسرعة واللي نفوزها بيزيد دولياً أكتر من إقليمية لأن الشعودية عدت المرحلة الإقليمية يعني النفوز الإقليمي السعودية تجاوزته لأن النفوزها الدولي لها النفوز دولي سعي يعني الأقطاب العالم اللي هما بيتحكموا في العالم السعي لنيل لنيل رضا السعودية ده معناه أن أنت عندك نفوز دولي مش عندك نفوز إقليمي وعندك في نفس الوقت استقرار قوي جداً عمرك ما توصل لما كده دي بدون استقرار كل الكلام ده كله إيران الأمر ده بالنسبة لها عمل لها عملية التراب يعني زي ما أنا قلت في حلقة قبل كده من حوالي أربعة أو خمسة أيام أن اللي قال إيران غير انفجار الوضع الداخلي الاستقرار السعودي والقوة اللي وصلت لها السعودية ده اللي قال النظام الملالي ده اللي رعبه عشان كده هما عندهم عندهم خطين اتنين مشين عليه خط دبلوماسي يسعى جاهداً لنيل الرضا وأنه يكون فيه جلسات معلنة غير مغلقة جلسات معلنة لمحادثات وأنه هما يدخلوا في علاقات دبلوماسية لكن بالشروط الملالية وفي نفس الوقت عندهم خط تاني مشين عليه أنه هو خط الحرس الثوري اللي هو يطلق التصريحات أن السعودية دولة مجرمة وإحنا علينا أن احنا نقبل كده طبعاً الكلام ده ما فيش عائل يعني ما فيش عائل يقبله أو منطق أو دبلوماسية أو جوار أو حوار أنه يقبله وإن احنا علينا أن احنا المفروض نتقبل الكيان الإرهابي الملالي وطبعاً الكلام ده استحالة فإحنا بنشوف المخاض للمعادلة الدولية على المسرح الإيراني هيودي إيران لفين وإحنا في نفس الوقت يكون لنا دور في المعادلة دي يكون لنا رأي فيها ليه؟ لأن انت لو ملكش قوة في ترسيم السياسة الإقليمية اللي موجودة في الخليج وفي الشرق الأوسط يبقى يمارس عليك فرض السياسة دولية أخرى في حقبة دولية أخرى لمدة 40 أو 80 سنة ما هو الوقت ده هو وقت إعادة الجغرافية السياسية لمناطق اللي لها تأثير في الخليج والشرق الأوسط لمدة 80 سنة جاية يعني اللي هيوعاد تشكيله في إيران هو اللي هيستمر لمدة 40 و50 و80 سنة جاية اللي هيوعاد تشكيله في الشرق الأوسط هو اللي هيستمر لمدة 40 و50 و80 سنة جاية يعني اللي هيكون ليه قوة وهيكون سوبر باور في المنطقة هو اللي هيستمر قوته لمدة 50 سنة على الأقل وهو اللي هيكون رأيه الأول والأخير في المنطقة فمن هنا أن أنت لازم يكون لديك دور لممارسة مش سياسة دولية فقط لا ممارسة رسم السياسة الدولية أن أنت تقوم برسم السياسة الدولية وخاصة في المنطقة قبل كده كان اللي بيرسم السياسة الدولية في المنطقة أمريكا وبريطانيا أمريكا ثم بريطانيا في العراق أمريكا ثم بريطانيا في الشرق الأوسط أمريكا ثم بريطانيا في إيران والخليج والأمور دي كلها أمريكا اللي كانت بترسم السياسة دي هي اللي كانت بترسم سياسة الحروب اللي كانت بتديرها في الخفاء وتحريك النزاعات في المنطقة وزرع الميليشيات في المنطقة هي اللي كانت بتقوم بكده أمريكا لكن صناعة أقطاب جديدة عالمية هتعيد رسم السياسة دي في المنطقة انت بقى لازم تكون موجود فيها وده اللي بتسعى ليه السعودية ومصر وسعت لها خلاص ده أزعج الملالي تماما أزعج الملالي تماما أنه هو لم يرضى بذلك يقول أن أنا خلقت لأن أكون أنا لأن أنا أكون شرط المنطقة بأوامر طبعا C.I.A وطبعا وامر طبعا الـ M.I.6 لكن في الأخير أن تنازلات النظام الملالي هتكون غير مرضية للجنب السعودي لأنها تنازلات جوفاء تنازلات حنجورية زي التصريحات الحنجورية للحرس الثوري معندهمش غير إطلاق التصريحات فقط لغير لكن هنشوف ونشاهد أين تذهب بنا المشهد السياسي في إيران ورسم السياسة الجديدة في المنطقة في الأخير حفظ الله الجميع والاستقرار يدوم لنا وأيضا عودة الاستقرار للمنطقة وزيادة النمو الاقتصادي والعسكري سدعكم الله الذي لا تدع ودع شكرا شكرا